مرحبا تحياتي مشتركين قانتيجا لك ستنينك إذا تشاهدنا المرة يسمي توفيق موضوعنا اليوم باختصار إذا أنت عندك كلب وحاب أنه تطلع كلبك بأصدقائك عنده مكلاب وخايف عليه أو أنه أنه حاب تجيب كلب ثاني وما عارف شون تخليم يتعرفون عنه لبعض وأنه ما تصير أي مشاكل طبعا الحلقات دا سويها الفترة الأخيرة على طلبكم يعني أكثر أسئلة تجي على نفس الموضوع أروح عني مسوي حلقة عليه مشترك ممكن إن شاء الله تتعلم مشاكل بالشعر ممكن مثلما سويت الحلقة للراحة ممكن مشاكل أنه بالتصرفات فأتمنى أن تكتبوا لي شنو مشاكلكم وأنا أختار أكثر مشاكل أنه تتواجه الناس ونسوي حلقة عليها وشنو حلولها أشوفكم بعد الانترو طبعا عندنا اليوم موضوعين باختصار متعلقين بنفس الشغلة أنه إذا عندك كلب وحاب تطلع كلبك ويا صديقك وعندها مين كلب وخايف عليه طبعا يفضل أنه هذا كلب مو يكون كلب زين وكل شي صغير ودمشيه كلب مثل جيرمن مثل هاسكي طبعا هو بالأخير ماكو أي خطر إذا الكلب هذا متدرب صح وأنه تعامل ويا صح فماكو أي بي شراسة ماكو أي مشكلة بس لو ظلت مشيه على نفس الفصيلة ماكو أي خطر عليه ولو أنه كان جيرمن ماكو مشكلة لو كان هاسكيما ماكو مشكلة وانت عندك مثلا بي شون أو شزو أو أي نوع منها الصغيرة للتيرير بس الناس بتكون حذر شون احنا قدرنا نعرفهم واني حاب أمشي في هذا الشخص وانه عنده كلب واني عندي كلب بس انه ده أخاف على كلبي باختصار شديد تطلع دائما حتى لو انت مشتري كلب وتجيبه على البيت نفس الطريقة باختصار أنه التعارف ما يصير يكون داخل البيت لأن إذا انت عرفت أن جبت كلب اشتريته وجبت عليه البيت فهتصير أنه هذا كلب وهو موجود بعض المكان وهو الكلب الكل سيجي كلب جديد وأنه هذا آني مكاني وهذه مثلا صحني الأكي ماتي هاي الملاعب ماتي هاي بيتي فما يتقبلها واني تصير مشاكل واحد من الكلاب تشبكه مع بعضها فدائما التعارف ان تريد مشي او تريد تشتري كلب دائما يكون خارج البيت حتى لو انتظرتم واني تعرفتم خارج البيت شفت انه كما شفتوا في الفيديو بدايته شون الكلاب انه واحد راضيه جمعة ثاني عادي ستشوفه طبعا بالفيديو شون شوية شوية مشيناهم عادي شوية شوية اخذوا على بعض ممكن بالمشي واحد اليدية جمعة ثاني ما تضطي انت تكون انه مية بالمية متطمن وتخليهم انه يتقاربون لا مشيهم مشيهم مسافة مثلا بعد نس ساعة شفت انهمور التمام شوية حاول قربهم ممكن موم من اول يوم ممكن من ثاني يوم عادي ما كوا مشكلة طبعا هاي الناس اللي يحب مثلا تمشي مع اصدقائها وعدهم مكلاب اما اذا انت عندك كلب ومشتري كلب جديد هم من نفس الطريقة بس حاول ماشي مثلا مسافة بعد اطول حتى لو يتعبن ما هكوا مشكلة بس حاهمون يتعرفون وانه تكون انه مور تمام من تجد دخول البيت بس دخلت البيت مثل ما ذكرت بالبداية نازم الوقت الاكدين ينفصلون نازم الملاعيد من هذا كلب القديم تشيلها حاليا موقتا البيت الكلب نازم تعرف انه ميصري جعله كلب الجديد يعني هاي مثل ما نقول مبتلكات كلب القديم وما يصير يجعلها واحد صغيرة بين عاتهم وحيصير انه اشتباك الله يقدر بين عاتهم النصيحة طبعا لا تخلوهم حتى لو يكلاب انه مية مية وانه ماغنين علي بعض وانه بعد فترة صاروا يعني امورهم تمام لا تخليهم اوفليش ابدا يعني حتى لو كلبك مدربه اوفليش وصديقك مدرب كلبه اوفليش لا تخليهم يكونون اوفليش ابدا يعني حتى تسيطر الله يقدر يصار موقف اوف يصار فالشي تقدر تستحق الموقف انه الله يقدر يصير هجوم بين عاتهم او واحد من عدوه يتأذى ونصيحة طبعا اختار دائما اذا تمشي كلبك هي كلب ثاني دائما اعرف ان هذا كلب يكون نظيف ما بيع حشرات ما بيع امور ما بيع لي فطريات فاذا اجدت هالأمور كلها فبلاها كل المشي هذه خلي رأسك مرتاح اذا انت مشترك بالقناة لا تنساني باللايك واذا ما مشترك اشترك بالقناة عمودي وصلك الجديد وفعل الجرس عمودي وصلك كل فيديو ونزله جديد ولا تنسون اكتبوا لي بالتعاليق شنو اللي تيدوه شنو المشاكل اللي تتواجهوها وان شاء الله ما حقصر اذا مسوي حلقة احاقول لك على علمان الحلقة واذا ما مسوي حلقة اكيد احسوي حلقة عليها ان شاء الله اذا صار عليه اكثر من سؤال نفسه فاحسوي حلقة عليه وما حقصر وياكم تحياتي لكم مع السلام